نواصل تقديم هذه النشرة من الفضائية التشادية انطلقت مساء أمس فعاليات معسكر الحركة الكشفية للشباب وأشبال الكنيسة الإنجلية رقم 6 بحي شكوى وذلك لتأهيل المشاركين في الخدمات الأساسية للكشفيين خاصة في مجال الأمن لحماية المصلين أثناء مزاولة الأنشطة الدينية تقرير هارون أبا أدم الكنيسة الإنجلية تعد من أهم دور العبادة للديانة المسيحية ومن أجل تأهيل وتدريب الشباب جاءت هذه المناسبة للإعلان بالانطلاقة الرسمية لمعسكر الهيئة الكشفية لأشبال الكنيسة الإنجلية رقم 6 حيث تحدث مسؤول الكنيسة قائلا أن هؤلاء الطلاب والتلاميذ سيعاكفون لمدة ثلاثة أسابيع لتلقي التدريبات في مجال العمل الإنساني والأمنة لخدمة الرب كما أن المعسكر يعتبر سانحة لوضع إطار يسمح لهم بتبادل الخبرات والأفكار لرفع مستوى الالتزام الأخلاقي والحفاظ على السلوك وفق تعاليم المسيح كما أن المعسكر سيساهم في تغيير توجهاتهم وتصرفاتهم لذا فإن الخرص على الاستفادة من هذه الفرصة ضرورة حتمية وأخيرا رفعت الدعوات وأقيمت الصلوات من أجل إنجاح فعالية المعسكر ترجمة نانسي قنقر